السلام عليكم تابعي دراما سبورت فوز منتخب الجزائر للمحليين عم منتخبنا بمباراة ودية حبية بنتيجة 2-1 أنا متأكد تماما لو انتهت المباراة من الشوت الأول بنتيجة 2-0 كان رح يكون فيه هجوم عنيف على المنتخب وعلى اللاعبين لكن مع نتيجة 2-1 بظن أنه الأمور نوعا ما مقبولة وبصريحة العبارة يا شباب بهيك نوعية من المباريات أنا ما بتهمني النتيجة بيهمني أنه المدرب يعرف إمكانيات اللاعبين بشكل جيد يلعب مباراة قوية يلعب ويختار كيف ما بده من دون أي ضغط وبصريحة العبارة لما بتكون المباراة غير منقولة فهذا الشي بيعني بأن اللاعبة ما تعرضوا للضغط يعني والمدرب كمان ما تعرض لأي ضغوطات لا بالتشكيلة ولا بالاختيارات ولا بطريقة اللعب بظن المنتخب لعب كيف ما بده بالطريقة اللي بيرتاح فيها الكابتن نيزار محروس وبالتالي ما في حجج إذا انتقدنا أو إذا حكينا أو إذا صرخنا بعد مباراة إيران أو بعد مباراة الإمارات لأن هذا الشي رح يكون من حقنا هلأ التحضير لازم يكون كل شي يعني كيف ما بده المدرب بس بطبيعة الحال إذا كانت النتيجة سيئة قدام منتخب إيران إذا ما كان المنتخب قد الطموح فالشي طبيعي نشوف انتقاد من الجمهور لأن بالنهاية الجمهور بده حصيلة العمل اللي انشغل خلال الفترة الماضية والعمل اللي انشغل من الكابتن نيزار محروس أكيد نحن متفهمين بأن المدة كانت قصيرة جدا لذلك ما فينا نلومه بشكل كبير بس كمان بنفس الوقت بدنا نشوف شكل للمنتخب قدام منتخب إيراني بدنا نشوف منتخب قوي بدنا نشوف منتخب حريص على تقديم شيء قدام المنتخب الإيراني على كل حال رح أحكي عن هاي المباراة الودية من خلال الصور اللي وصلتني من خلال التواصل مع أحد الإعلاميين من الجزائر الشقيق اللي كمان يعني نقللنا بعض الأمور يعني لا أكتر ولا أقل حتى بصراحة لوقت تصويري لهذا الفيديو أنا ما بعرف تشكيلة المنتخب إلا من خلال بعض الصور والفيديوهات فرح أحكي عن تشكيلة المنتخب بشكل توقعي لا أكتر ولا أقل يعني متوقعي تشكيلة المنتخب هيك بدأ فيها وهيك كان الشوت الثاني من خلال الصور اللي شفناها فإذا تم الإعلان عن التشكيلة بعد الفيديو أو خلال تصويري لهذا الفيديو فمان يسؤول يا شباب وهلا يا شباب خلونا بتفاصيل المباراة اللي ما شفناها يلا على التفاصيل حاليا يا غالي أنت عم بتتابع قناة دراما سبورت إذا ما عم تجيك الإشعارات من القناة فصار لازم تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس اللايك مو مهم أبدا بس إذا حطيتوا أكيد ما رح نزعل بالبداية خلونا نحكي عن تشكيلة منتخب الجزائر اللي أعلنوا عنها لأن منتخب الجزائر بصراحة أعلنوا قبل المباراة بينما منتخب سوريا ما أعلنوا عن أي شيء فمنتخب الجزائر لعب بطريقة أشبه بطريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة بحراسة المرمى غاية مرباح حسين بن عيادة شعيب كداد بقلوب الدفاع عبد الحق دباري ويوسف العوافي ظهير يمين وظهير يسار أحمد قندوسي زكريا دراوي حسام مرزيق بخط الوسط رضا بن سايح بلال مسعودي وعبد الرحيم دغموم بخط الهجوم طبعا تشكيلة منتخب الجزائر بتضم لعيبة محليين وكمان في يوسف العوافي لعب النجم الساحلي التونسي أما اللعيب المحليين غالبا من أندية وفاق سطيف شباب بلوزداد وهالأندية شبيبت القبائل يعني الأندية العريقة بالجزائر بينما منتخبنا لعب بتشكيلة أشبه بطريقة الثلاثة خمسة اثنين أشبه بهاي الطريقة والعلم عند الله والعلم عند الله رح أرجع وذكر كل مرة يا شباب أنا عم صور الفيديو بعد نهاية المباراة بشكل مباشر فما بعرف إذا رح يتم الإعلان عن التشكيلة أو لا وكمان يعني من خلال الصور فبحراسة المرمى طاها موسى قلوب الدفاع لعب جهاد الباعور عمر ميداني ومؤيد الخولي ظهير اليمين عمر جنيات ظهير اليسار خالد كردغلي بخط الوسط تامر الحاج محمد وكامل حميشة نصوح نكدلي كجناح يسار محمود المواس جناح يمين وعلي بشماني بخط الهجوم فطريقتنا أشبه بطريقة الثلاثة خمسة اثنين عمر جنيات وخالد كردغلي بيتحركوا بشكل مطلق يعني إلى الأمام ليساعدوا بالناحية الهجومية بينما الثلاثة اللي عم بيلعب بخط الدفاع فهو مؤيد الخولي جهاد الباعور وعمر ميداني بصراحة الشوط الأول كان سيء جداً لمنتخبنا منتخب الجزائر سجل بأول ثلاث دقائق عن طريق اللعب أحمد قندوسي ولما يتسجل بمرماك بأول ثلاث دقائق فهذا الشي بيعني بأن منتخب سوريا دخل المباراة وزهنياً برى المباراة هذا الأمر سيء جداً ورسالة واضحة للكابتن نيزار محروس قدام المنتخب الإيراني بآخر مباراة ودية كمان لعبنا مع منتخب إيران بأول دقيقة تسجل بمرماك فهذا الشي ما بدنا يتكرر بالمباراة القادمة قدام منتخب إيران الموضوع الزهني كيفية تحضير اللاعبين للمباراة كيفية تقسيم الوقت بالمباراة على الأقل بأول عشرين دقيقة لازم تحاول أنه ما يتسجل بمرماك قدام المنتخب الإيراني هذه الخطة بيعملها أي منتخب لما بيواجه منتخب أقوى منه يحاول يكون حاضر زهنياً أول أول عشرين دقيقة ونص ساعة وبعدها إذا كان فيه هجوم للمنتخب الإيراني إذا حالفهم الحظ يعني عادي لكن أنك دائماً عم تتلقى أهداف بأول الدقائق فهذا الأمر اللعيبة والكادر الفني مطالبين بالتحضير الزهني التحضير الزهني للمباراة دائماً بآخر فترة عم نفوت بأي مباراة بأول خمس دعاية بأول عشر دعاية عم نتلقى هدف فالأمر بصراحة غير مبشر وهون بنرجع لنفس الكلام اللي حكيناه بالفيديو الماضي بالفعل مشاكلنا الدفاعية ما بتخلص يعني تصور بهاي المباراة احنا تعرضنا لركلتين جزاء ركلتين جزاء أنا اللي سمعته بأن اللاعب المهاجم بلال مسعودي هو اللي ضيع ركلتين جزاء وكان في تألق من طه موسى لكن بشكل عام نحن عم نحكي عن أخطاء دفاعية عم نحكي عن عدم حضور ذهني والمشكلة بالشوط الأول أنه واضح جداً أنه المنتخب ما عاد بالشكل الجيد لأن حصل المنتخب الجزائري للمحليين على ركلتين جزاء بالدقيقة 30 ورغم إضاعة ركلتين جزاء سجلوا هدف كمان بالدقيقة 73 عن طريق اللاعب عبد الرحمن دغموم يعني قبل نهاية الشوط الأول وبعد إضاعة ركلتين جزاء كمان عادوا للتسجيل فهذا الشيء يعني رغم إضاعة ركلتين جزاء المنتخب السوريين ما عاد ما اكتسب الروح ما اكتسب يعني ما مشى في المباراة فهذا الأمر لازم يوصل لللاعبين اللاعبين زهنياً غير حاضرين وهذا الشيء ملاحظ على لعيبة المنتخب من حوالي عام زهنياً غير حاضرين لازم تكونوا جاهزين لمباراة إيران على الأقل بأول 20 دقيقة بأول 30 دقيقة ولازم يكون فيه تشديد من الكابتن نيزار محروس على هذا الأمر اللاعبين لازم يشتغلوا على هذا العامل ليس فقط العامل التكتيكي والعامل البدني نحن عم نحكي تكتيكياً وبدنياً لكن زهنياً منتخبنا كمان غير حاضر الأمور يعني كارثية بهذا الموضوع ومن خلال الشيء اللي وصلني فالحمد لله انتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0 لأن كانت المباراة رايحة باتجاهها الأربعة صفر والخمسة صفر على الأداء وعلى عدم التفاهم والتجانس بين اللاعبين برجع وبكرر يا شباب أنا متفهم جداً لكل هالأمور متفهم بأن منتخبنا لعب الشوط الأول على الأقل بتشكيلة يعني فيها أغلب اللاعبة يعني أما جدد على المنتخب أو غير ما لعبوا مع بعض وانت كمان يعني ناقص من عمر خريبين عن اللاعب اللي رح يتواجدوا قدام منتخب إيران عمر خريبين وكمان عم تحكي عن علاء الدالي ومحمود البحر ومؤيد العجان بس المشكلة الأساسية بقلوب الدفاع لكل حاضرين يعني ما في عندنا غيابات بقلوب الدفاع فبالتالي المشكلة لازالت قائمة بموضوع قلب الدفاع الشوط الثاني تغير الحال تغير الحال بشكل مطلق بظن أنه الكابتن نيزار محروس نوعاً ما ممكن غير الطريقة أنا بصراحة بحسب الصور اللي وصلتني فما أنا متأكد إذا عمر جنيات وخالد كردغلي لعبوا بالشوط الثاني أو لا لكن من ناحية قلوب الدفاع تم تبديل مؤيد الخولي وجهاد البعور ودخل أنس بلحوس وسعد أحمد مع عمر ميداني فبالتالي سعد أحمد وأنس بلحوس وعمر ميداني قدموا مباراة جيدة بالشوط الثاني ما تلقى المنتخب أي هدف وهذا الأمر كمان إيجابي نوعاً ما كمان دخول زاهر ميداني وفهد اليوسف بالشوط الثاني أعطى المنتخب نوع من الخبرة زاهر ميداني لعب ممتاز جداً بخط وسط الارتكاز وكمان ممكن يلعب حتى قلب دفاع ويساعد بموضوع العودة للخلف وإغلاق المساحات ودخول فهد اليوسف متعدد المهام بيعطي كجناح يمين بيعطي كظهير يمين لعب مميز جداً كامل كواية كمان دخل بالشوط الثاني مع وجود محمود المواس كلاعب خط هجوم واللي سجل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 85 في العموم يا شباب هاي ترجيحات أو تأويلات مني شخصياً من خلال الصور لا أكتر ولا أقل وأنا حبيت فقط يعني أعرض الشي اللي شفته من خلال هاي الصور من خلال الكلام اللي حكى لي الصديق من الجزائر اللي حضر المباراة بأن المنتخب السوري بالشوط الثاني كان أفضل لكن بالشوط الأول كان سيء جداً اللاعبين ما كان فيه تفاهم ما كان فيه تجانس الشي المهم بالنسبة لي يا شباب رح أعيد وكرر كمان الموضوع الزهني المنتخب لازم يكون حاضر قدام المنتخب الإيراني الشي الحلو بمباراة الجزائر أنك أنت بالفعل عم بتواجه منتخب ما نوسهل أبداً فيه ناس ممكن تقول بأنه منتخب الجزائر للمحليين نعم منتخب الجزائر للمحليين نحن بنعرف هذا الشي ولا يقارن بالمنتخب الأساسي للجزائر بطبيعة الحال بس بنفس الوقت أنت عم تحكي عن اللاعب الجزائري اللي بيتميز بالفنيات بيتميز بالمراوغة لاعب محترف لاعب عم بيلعب مع أندية جماهيرية الدوري الجزائري دوري قوي البنية الجسمانية لللاعب الجزائري دائماً بتشوفوا حاضر بدنياً وموهوب بالفطرة اللاعب الجزائري موهوب بالفطرة فأنت لما بتواجه هيك منتخب أكيد تجربة رائعة تجربة مميزة لأنه بتعرض لاعب المنتخب السوري لكمية مواهب بتشوفها بخط الوسط بخط الهجوم بالأظهرة حتى المدافع الجزائري عنده الموهبة الفذة لا تشوفوا فريق محلي اللاعب الجزائري حتى لو بيلعب بالدوريات المحلية فالمنتخب الجزائري للمحليين ما نسهل منتخب محضر بشكل جيد منتخب منسجن بشكل جيد ولعيبة موهوبين أنا شفت قائمة المنتخب الجزائري أغلب اللاعبة حتى أغلى من بعض اللاعبين المحترفين السوريين بالدوريات الخليجية ما عم نحكي عن عمر السومة وعمر خريبين لكن عم نحكي عن مجموعة اللاعبين الموجودين بالدوري البحريني وأغلب اللاعب الجزائرين بمنتخب الجزائر للمحليين موجودين بموقع ترانسفير موجودين بأغلب المواقع العالمية بتشوف أسعارها اللاعبين فبالتالي أنت عم بتحس بالاحتراف بمنتخب الجزائر للمحليين وممكن بالشوض الثاني عملوا عدة تبديلات بصراحة أنا ما تابعت لهالسبب يعني منتخب الجزائر ما سجل أهداف أو منتخبنا قلص الفارق لكن خلونا نحكي فقط عن الإيجابيات اليوم حكينا عن بعض السلبيات بس نحكي عن الإيجابيات بأن تجربة جيدة للمنتخب من دون أي ضغوطات بدنا نفوت بمباراة إيران بموضوع الزهنية الحاضرة ما نتلقى أي أهداف بأول 30 دقيقة وبعدها منشوف شو حيصير على كل حال هذا كل شيء حاب أحكي عن مباراة منتخبنا الودية قدام منتخب الجزائر للمحليين بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة